سيد جابل القضية ممكن بيقول أنا فرحان والله كابتال إسان عشان تستطيف أشكرك شكرا لنجازية مستر إكس بيقول حد بيقول مش عارف ليه حسسها تعادل لا إن شاء الله حتى الواحد سفر المتخماص إن شاء الله مراقعني يا واحد سفر أبو خلاص بيني وبينك يعني لأنها صبر وراضي لعب المتوقع تألقه بكرة حمدي فاتحي محمد محمد محمود متحادة كابتال إسلام أجمل قدام تستمتع معاك تحياتي أشكرك جدا بحييكوا جاد عدلي بيقول اشتقنا يا أهلي من غيرك ناس طبعا بس ان شاء الله يوم الخميس هنا في حاجة حتى كان في أحد الأصدقاء بعتين هنا على الهشتاجي يعني أن هو فعلا منتخب مصر إحنا محتاجين منتخب يرجعنا الأجواء اللي هي من 2006-2010 يعني إحنا في الفترة دي كان عندنا بالنسبة لما شخصيا عندي منتخب مصر زي وأكتر كمان من أهلي أنت مستني منتخب وكابتال حسن شحاته والجيل ده كنت متابعه بحب فعلا زيه زي منتخب الأهلي كحب حقيقي لكن للأسف دلوقتي بمنتخب الوضوح لأن أنت أصلا ما بحسش أصلا لعبة المنتخب معاني قوي يعني شوفنا لأسف اللي حصل في الكاس الأمم الأخيرة يعني حاسف اللعبة منفاصلة شوية عن الجماهير لكن نتمنى أن نحن بقى بالأداء إحنا بنحب الجيل الزهب دليلية عشان قدم لنا أداء ثم الأداء جاب بطولات فإحنا حتى لو مش نقول أن الجيل ده يأخذ بطولة المراضي على أن يقدم أداء قنعنا أنه هتيجي بعد كده وطبعا نفسي بطولة يعني إحنا لازم إحنا يكون رايحين مع كامل احترام محمد صلاح هو بيقول إحنا مش مشرح الأول إحنا لازم نكون مرشح الأول زي ما هو قال إن إحنا الأعرق إحنا سبع بطولات كرية لازم طبعا فقوم أفريقيا يعني فلازم إحنا نكون مرشح الأول يعني أنا بشوف أنه هو تصريح يعني إحنا بيمسك العصاية جدا أقول أجلك أنه بيشير الضغط من على اللعب وجهة نظر يعني بالضبط أتمنى هم كيروش كيروش نفس الكلام بالضبط بس أتمنى بجد في الورو في المولاقة إحنا يا جماعة رايحين نأخذ بطولة إحنا مش كل مرة وإحنا دوقتي 2017 كنا وصلنا نهائي ومع المنتخب الكامل هو ما كانش أحسن مننا كتير بس إحنا التفصيلة وطبعا اللعنة كبر في النهائيات يعني فأصابتنا فخرجنا من النهائي نتمنى أننا المراضي المنتخب يبدأ تصعودية أصلا فيه مفارقة يعني أتمنى أننا تكون لطيفة يعني أننا بدأنا مع منتخب نجيلة 2010 وأخذنا البطولة كانت أول مبراه في 2010 أخذنا البطولة أول كان معنا برضه في 2008 معنا منتخب السودان اللي هو برضه معنا في المعام المراضي أخذنا البطولة فهي كان دي بشرة خير كده مفارقة يعني أننا إن شاء الله نكرر ووجود الفرقين دول معنا أخذنا البطولة إن شاء الله